اشتركوا في القناة الارصاد تكشف عن طقس اول ايام رمضان فلكيا غير مستقر واليكم الانباء بالتفصيل ولكن لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليسرك كل جديد الخبر الاول انهيار تاريخي لصناعة النفط العالمي واحد واربعمائة دولار سعر البرميل الامريكي في يوم يعد فارقا في تاريخ صناعة النفط العالمي شهد سعر برميل النفط الامريكي انخفاضا حادا خلال تعاملات اليوم الاثنين باقصر من اربعة وتسعين في المية مسجل ادنى مستوى في تاريخه حيث سجل عقود الخامة الامريكي الاجل انخفاضا بنسبة اربعة وتسعين في المية بمستوى واحد واربعة من مية دولار برميل ويعد هذا المستوى الذي سجله الخام الامريكي غرب تكسس الوسيط الادنى في التاريخ ورجح الخبراء ان هذا الهبوط في اسعار النفط والتي لم تشهدها من قبل بان يصل الى سعر البرميل الى دولار بسبب انخفاض الطلب على النفط الخام بسبب جائحة انتشار فيروس كورونا المستجد واقتراب كافة المستوى دعات التخزينية للنفط الامريكي للانتلاء حيث شهدت اسواق النفط حالة من الرقود الاقتصادي بتسبب توقف عدد كبير من الانشطة الاقتصادية حول العالم مع انتشار فيروس كورونا المستجد والتنفيذ الدول للاجراءات مكافحة هذا الفيروس الخبر الثاني مجلس الوزراء يحسم الجدل حول مد حزرة جوال اسبوعين الوزراء يكشف تفاصيل تطبيق حزرة جوال في رمضان علق المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء على تطبيق حزرة جوال في شهر رمضان قائلا لمفر من استمرار حزرة جوال الجزئية على مدار شهر رمضان المبارك في ضوء معطيات تزايد اعداد الاصابات اليومية بفيروس كورونا وأوضح خلال مداخلتي مع الاعلامية لميس الحديدي ببرنامج القاهرة الآن المزاعة لفضائية الحدث أن الاقدام على تخفيف الاجراءات الاحترازية في شهر رمضان يفسد كافة الاجراءات الاحترازية السابقة لافتا إلى أن اللجنة القومية لأزمة الكورونا ستنعقد هذا الاسبوع لتحديد ساعات الحزر خلال شهر رمضان الخبر الثالث الصحة تسجيل 189 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا و11 حالة وفاء أعلنت وزارة الصحة اليوم الاثنين عن خروج 89 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي جميعهم مصريين وذلك بعد تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة وتمام شفاءهم وفقا لأرشادات منظمة الصحة العالمية وارتفع إجمال المتعافين من الفيروس إلى 821 حالة حتى اليوم وأوضح البيان أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحليلها معملياً من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا ارتفع ليصل إلى 1086 حالة من ضمنهم 821 متعافين وأضاف أنه تم تسجيل 189 حالة جديدة ثبت إيجابية تحليلها معملياً الفيروس بينهم شخص أجنبي وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تجريه الوزارة وفقاً لأرشادات المنظمة العالمية للصحة لافتاً إلى 11 حالة وفاة وقال بيان أن جميع الحالات المسجلة إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية وفقاً لأرشادات منظمة الصحة العالمية وذكر بيان أن إجمالي العدل تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا 3333 من ضمنهم 821 تم شفاءهم وخروجهم من مستشفيات العزل و250 حالة وفاة الخبر الأخير الأرصاد تكشف عن طقس أول أيام رمضان فلكياً توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد الجمعة أول يوم رمضان فلكياً ارتفاع ملحوظاً في درجات الحراءة متوقعة إذ يشهد طقس غير مستقر تشهد القاهرة طقساً حاراً نهاراً بارداً ليلاً ومتوقع سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من البلاد والرياح نشطة مثيرة للمال وأتربة تصل إلى حد العاصفة كما توقع الخبراء أن يشهد الوجه البحري طقس حار نهاراً بارداً ليلاً والأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح نشطة مثيرة للمال وأتربة تصل إلى حد العاصفة كما توقع الخبراء أن تكون درجات الحراء متوقعي يوم الجمعة المقبل كما يلي القاهرة 36-18 الوجه البحري 36-17 السواحل الشمالية الغربية 32-16 السواحل الشمالية الشرقية وسط سيناء 33-17 كانوم سيناء وسلسل البحر الأحمر 35-23 شمال الصعيد 38-32 شكراً لحسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة